اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم المكتبي باستخدام برنامج وورد في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم البزنس كرت أو ما يسمى بالكرت الشخصي طبعا عادة يستخدم الكرت الشخصي لبيان المعلومات التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا لشخص أو مؤسسة أو شركة معينة طيب عادة ما يكون الكرت الشخصي هو أفقي طبعا يأما يكون عمودي يأما يكون أفقي وفي الغالب يكون أفقي قياس الكرت الشخصي هو 9 للعرض 9 سنتيمتر و 5.5 للارتفاع وحتى نحدد هذا القياس أو المقاس للتصميم طبعا نفتح برنامج وورد ونذهب إلى تخطيط أو تخطيط الصفحة وطبعا نجي إلى الحجم ونختار أحجام الورق الإضافية راح يكون العرض هو 9 والارتفاع راح يكون 5.5 ثم موافق أصبح عدنا هذا التصميم طبعا قبل كل شي راح ندرج صفحة إضافية من إدراج صفحة فارغة طبعا نحذف هذه الصفحة أصبح عدنا صفحة 2 الصفحة راح تكون للوجه الأول أو الوجه الأمامي للكرت وصفحة للوجه الخلفي للكرت في البداية نجي إلى إدراج صورة راح ندرج الخلفية الخاصة بهذا الكرت وطبعا كل هذه المرفقات اللي راح نستخدمها بتصميم الكرت راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة طيب راح نكبر حجم الخلفية وطبعا نضغط أكليك أيمن والتفاع في الناس وراح تكون خلف الناس حتى تكون على حجم الكرت وطبعا راح نتحكم بحجمها براحتنا بعد ما كبرت الصورة راح أخذ نسخ للصورة واتجه إلى الصفحة الأخرى وراح ألصقها بهذه الصفحة جيد الآن راح أضيف أشكال هذه الأشكال تجميلية للكرت وفي نفس الوقت راح أضيف بها المعلومات والأيكونات الخاصة بوسائل التواصل طبعا راح أجي إلى إدراج وأشكال راح أختار هذا الشكل وراح أخلي بهذه الطريقة طبعا راح أخلي الحواب مدورة تماما طبعا راح يكون بهذا الشكل وراح أصغر الشكل بهذا الحجم ممتاز ممكن يصغر أكثر وطبعا هذا الشكل راح يكون بهذه المنطقة جيد تعبية الشكل راح نختار اللون الأحمر ومن المخطط التفصيلي راح أختار بلا مخطط تفصيلي طبعا ممكن أختار لون آخر ولكن الأحمر هنا جميل جيد الآن من إدراج صورة راح أختار الصورة الخاصة بالأيكون الخاصة بالشخص راح تكون هذه الصورة بهذه المنطقة وإذا ألاحظ أن الصورة ما أقدر أحركها بحرية لابد أن أعمل لها التفاف الناس واختار أمام الناس ومن ثم راح نحرك الصورة راح نخليها بهذه المنطقة جيد الآن راح أضيف النصوص طبعا من إدراج مربع نص رسم مربع نص راح أضيف النص راح أكتب بها عبدالستار مثلا وطبعا من الصفحة الرئيسية راح أختار فونت نوع خط مثلا راح أختار الخط اللي هو الجزيرة بولد وراح يكون لون الاسم مثلا أحمر أو ممكن يكون لون الاسم الثاني باللون الأحمر الآن من تنسيق المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن تعبئة الشكل بلا تعبئة وطبعا مربع نص راح أختار لكتلة معينة مثلا هذه الكتلة ومن الصفحة الرئيسية راح أخلي الاتجاه إلى اليمين طبعا لا بأس أنه أكبر حجم الناس ممكن يكون 12 وطبعا يكون بهذه المنطقة لا بأس يكون 14 أيضا باعتبار أنه الاسم طبعا هنا راح نكتب الاسم الشخصي أو اسم المؤسسة أو الشركة إذا كان الكرت لمؤسسة أو شركة جيد راح أستنسخ هذا الناس طبعا أضغط على كونترول وأسحب وراح أكتب الصفة مصمم جرافيك مثلا وطبعا راح أخلي الفونت يكون ريقلر يعني ما يصير هذا الاسم يكون بولد والوصف يكون بولد لابد أنه 1 بولد و1 رقلر طبعا لا بأس أنه نخلي خط أسفل النص يكون جميل وطبعا راح نصغر الحجم ولا بأس أيضا يكون لايت يعني نختار الفونت اللي هو لايت أيضا جميل ومناسب جيد الآن راح نضيف شكل مثلا هذا الشكل راح نضيفه بهذه الطريقة وطبعا من الدائرة الصفراء هذه راح نخلي الشكل يكون طرافة مدورة بهذه الطريقة جيد مثلا ممكن بهذه المنطقة لا بأس أنه يصغر الشكل طبعا راح يكون أول واحد لون مثلا أسود فاتح وطبعا بلا مخطط تفصيلي نستنسخ هذه الأشكال مثلا بهذه الطريقة الآن راح نحدد الأشكال الثلاثة وطبعا من محاذات اللي هي ضمن قائمة تنسيق من محاذات راح نختار توزيع عمودي حتى يكون توزيع الأشكال بشكل متساوي ورح نرفعهم إلى الأعلى الآن الآيكونة الثانية والثالثة راح يكون لون التعبئة أحمد الآن راح نضيف الآيكونات الخاصة بوسائل التواصل طبعا من إدراج صورة راح نضيف الآيكونة في البداية الخاصة برقم الهاتف وطبعا أيضا نكليك أيمن التفاف الناس راح تكون أمام الناس راح نخليها بهذه المنطقة طبعا لا بأس أنه تصغر تصغر الآيكونة جيد وطبعا لا بأس أنه هاي الآيكونة بالكونترول ونسحبها وطبعا راح من تنسيق تغيير الصورة راح نضيف الآيكونة الخاصة بالبريد الأليكتروني طبعا ممكن نوسط الآيكونة وأيضا راح نستنسخ الآيكونة الثالثة وأيضا من تغيير الصورة العمل دون اتصال راح نختار العنوان الآيكونة الخاصة بالعنوان طبعا لا بأس أنه هذه الآيكونات تصغر تكون جميلة جيد الآن راح نستنسخ مثلا النص الأول لا بأس ورح أضيف أرقام الهاتف طبعا راح أصغر الحجم مثلا ممكن أخلي عشرة أو أصغر ورح يكون كله باللون الأحمر ورح أضيف أرقام عشوائية مثلا 070 مثلا لا على التعين هي تشي أرقام عشوائية وطبعا راح أختار الفونت نوعه regular أو light يعني لا بأس أنه يكون regular طبعا راح أنزل أختار 0770 مثلا نيشي أرقام عشوائية لا على التعين كمثال جيد الآن إذا ألاحظ أنه المسافة بين سطرين كلش بعيدة فأجي أختار مسافة من خيارات تباعد الأسطر وطبعا أختار متعدد وأختار هنا مثلا 0.5 مثلا أو ممكن أقل ممكن يكون 0.2 أو ممكن أنه هنا التباعد أقل من 5 راح يصير عدة تداخل ممكن هذا الرقم أخذ من عنده قص وهذا مربع النص أرفع إلى الأعلى بهذه الطريقة وأستمسخ هذا مربع النص وأضيف الرقم الثاني طبعا ممكن أضيف الرقم ليهو الرقم 11 جيد الآن الآن راح أستمسخ الآن راح أستمسخ النص وطبعا راح أضيفه بهذه المنطقة وراح يكون اللون أسود أو ممكن يكون هذا اللون راح أكتب البلد الألكتروني مثلا بها آت مثلا جيميل دوت كوم إذا لاحظنا عدة تداخل لابد أنه مربع النص أكبره أو ممكن أنه من تباعد الأسطر خلي مثلا واحد وأكبر مربع النص طبعا لا بأس يكون بهذه الطريقة والآن راح أخلي العنوان طبعا مثلا العراق بغداد بهذه الطريقة طبعا لا بأس أنه يصعد إلى الأعلى الآن راح أضيف الشعار بهذه المنطقة طبعا من إدراج صورة مثلا هذا الشعار ممكن يكبر ممكن الشعار هذا الخاص بي المؤسسة طبعا إذا ألاحظ هنا أعدي هذا مربع النص كبير فبالتالي ما أقدر أحدد الشعار طبعا حتى أحدد الشعار كليك أيمن التفاه في الناس وراح أخلي أمام الناس وراح أخلي بهذه المنطقة طبعا ممكن أكتب هنا أستنسخ هذا الناس وأكتب هناك وأكتب هناك المصمم المحترم مثلا اسم الشركة أو المؤسسة ممكن ألغي ممكن ألغي الخط تحت النص السابق جيدا إذا لاحظ إذا لاحظوا أنه أكملنا الوجه الأول للكارت نجي إلى الوجه الثاني طبعا راح يكون بسيط هذا الشكل راح نأخذ من عندك كوبي وطبعا راح نضيفه بهذه المنطقة وراح نقلبه طبعا نضغط شفت حتى القلب يكون بزاوية 90 درجة ممكن راح أخليه بهذا الشكل مثلا هنا طبعا لا بعز يكون كبير وطبعا راح نضيف هنا البريد الألكتروني أو الموقع طبعا ممكن نأخذ نسخ هنا كونترول سي كونترول في طبعا ممكن أكتب هنا الموقع الإلكتروني للشركة أو الشخصي أو للمؤسسة اللي هو www.bahaworld.com طبعا راح خليه بهذه المنطقة وراح يكون اللون أبيض ممتاز الآن راح أضيف البر كود الخاص بالأعلى بالمؤسسة أو الشخص أو الشركة هذا هو البر كود طبعا أضغط كليك أيمن والتفا في الناس أمام الناس وراح خليه بهذه المنطقة طبعا لا بأس يكبر الآن راح أضيف الشعار هنا بالأعلى طبعا هذا الشعار نفسه راح أخذ كوبي وراح أخليه بهذه المنطقة إذا لاحظ أن هذا الوجه الأول للكرت وهذا الوجه الآخر للكرت أيضا طبعا تصميم بسيط جدا وأنيق ومناسب أنصح عند تصميم الكروت الشخصية أو البطاقات الشخصية باختيار تصميم هادئ وبسيط يبرز جميع التفاصيل مثل ما نلاحظ هنا عندنا مساحات بيضاء كبيرة والنصوص واضحة جدا لأن المهم بالكرت هو النصوص والبيانات وليس التصميم فبالتالي لابد أن تكون هذه البيانات واضحة جدا نتمنى تكون هذه المحاضرة مفيدة وسهلة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر